السلام عليكم جميعاً كيف كنتوا أخباركم؟ طبدوني عنكم أريد أن أتحدث عن موضوع الرسام السودي الذي تذكره الذي توقفه من سنة الذي كان يرسم رسومات موسيقى للرسول عليه الصلاة والسلام بوقتها أتذكر في 2007 كانت الرسومات تذكره وصار فيه ضج كبير وصار فيه مشكلة بين السودي وكثير من الدول الإسلامية لدرجة أنه رئيس الوزراء الأسبق في السودي كانت أشتماع مع تاريمة 22 دولة يحدد الوضع ويقولون أنه لدينا حرية التعبير ويقال هذا الكلام الفاضي فأذكر الوقت أنه كان مستفز جداً بعد هذه الرسومات اتعرض هذا الرسام لكثير مضايقات وحاولت أن يتلاحه فهو كان دائماً كان تحسوه من نوع العنيد وشايف حاله وكان تحسوه كاره يكره المسلمين عن جد فكان دائماً يتلاقيه يستفز ويحكي بهاي الطريقة وأنه هو محمي بالشرطة كان دائماً يشوف حال أنه هو محمي بالشرطة وأنه ما أحد يقدر يقرب له هو يحر وهذه الشغلات سبحان الله بس مات من سنة تقريباً بحاد السيارة من أسبوع تقريباً تسكر التحية وكان يحقق الشرطة أنه لا يمكن أن يكون عمل أنه فيه حدا استهدفه فسبحان الله مات هو والشرطة كان في موعة اثنين من الشرطة بالسيارة التحية خلص من أسبوع وتسكر لأنه كاتبين بالتحية شوفت القراءة النتيجية كاتبين أنه سبب الموت أنه الدولاب انفجر دولاب سيارته فجر فهو مات فما في شيء يسوي يعني سكروا التحية الحبيت أقوله سبحان الله شوف كيف حاولكم هلا بعض الأمور هتستغربوا فيها وانتو فسروا عزقكم انه كان فرحان انه الشرطة حميته وانه محد بقدر يقرب عليه وكان مسترن وظل مستمر بهذا طبعا مثل كل مرة بنحكي انه اي عملية رسومات موسيئة اي عملية شتم للنبي محمد عليه السلام هي أمور تفهم ما بتضره للنبي أصلا النبي هو خير البشر هو أحسن إنسان بالعالم هو أحسن إنسان بالكون وربنا أدره 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 عند ربنا عظيم جدا فإذا أهل الأرض ما عارفوا أدره أهل السلام بيعرفوا أدره للنبي عليه السلام فهذا الشي كله أصلا ما بضر يعني ولكن هن ناس هي محاولات فاشل يعني وكلا بيتعرضوا لنفس المشاكل أو لنفس المدايقات حتى أنه ربنا سبحانه وتعالى ما سلم من أذية البشر وتطاولون وقالوا يدوا الله مغلولة وهذا الكلام المهم بيختصار ليش حبيت أعمل هذا المقطع لتشوفوا كيف انتو تفسروا الحادث للمسار أول شي كان هو ساية بسرعة كبيرة جدا يعني الشهود بولوا إنو السيارة كانت ماشية بسرعة كبيرة جدا طيب هذا شي غريب ليش يعني إنت عم تسوق ليش تكتسوق بسرعة وفي معك شرطة وفي معك كذا فهي أول شي غريبة يتطاين إنو السيارة كانت ماشية لحالة أو غصم العمنه مثلا الشغل الثاني سبحان الله فجرة الدولاب إذا تفوتوا على المرور على مصلحة المرور بالسويد وتشوفوا الإحصاءات إنو الدولاب يفجر بالسويد هو شي نادر جدا 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 وهو أصلا ما بيصير غير بالدول اللي ممكن يكون فيها مثلا الشمس عالي جدا مثل الخليج السويد ما فيها شمس عالي جدا فيها برد وفيها كاتبين حتى إنو جودة الدوليب بالسويد عالية يعني ما بيخله أصلا محلات تبيع دوليب بدون تكون مرخصة والجودة عالية غير هيك فحص الميكانيك بالسويد هو شي الزامي وشي بشكل دوري وعطول فيه تغيير الدوليب بين صيفي وشتوي فما بلاحية الدولاب أصلا يخرب أو يفجر هاي كمان شغلت بتصير الشك أكتر من هيك لما فجر الدولاب السيارة مباشرة راحت على السايد الثاني وساعبت سبحان الله بالصدفة لما راحنا على الجهة الثانية كان في شاحنة ما رأى أبونجو خفات بالشاحنة والصدفة الأكتر من هيك لما ضرب الشاحنة ولعت السيارة ونحرقت السيارة ومات جواتها محروف فهي كلها أمور بتثير التساول يعني هي أمور مش مجرد صدفة كانو في شي بيقول إنو السيارة لحالة كانت عم تمشي أو السيارة لحالة سوت هذه الأمور كلها حتى يروح إليه أدروا سبحان الله كيف كان طرحان جدا وكان دائما يقول الشرطة والشرطة وانو محمي بالشرطة وما حدا يعرف علي وهي الشرطة كان مستمر باستفتزاته لأكتر من 2 مليار إنساء مسلم وموجدين جوال السويد وبرل السويد وكتبوا لي تحبي التعليات وشو رأيكم بالموضوع السلام عليكم